الدولار انخفض ودايما لما الدولار بيرتفع بلاقي ان معظم السلع الغذائية وغير الغذائية في مصر بيرتفع سعرها نتيجة ان احنا بنعتمد على الاستراد بشكل كبير جدا الدولار دلوقتي منخفض هل فيه ترجمة في الاسواق بناء على هذا الانخفض هو طبعا فيه سلع نزلت لانه بس يعني خلينا صراحة بشكل واضح جدا فيش حاجة هتخفض اسعار الا قليات السوق الطلب العرض لو قعدنا لو قعدنا قعدنا نتكلم مئة سنة الغلاء من ايام رسول الله جاء للرسول الله قالوا يا رسول الله سعر لنا ان الغلاء في السوق قال لقوا سعر لكم دعي السوق يخفض ويرفع خلي السوق طلب وعرض مفيش حاجة اسمها كده الدولار اثر مفيش شك بس خلي بالي حضرتك حاجة مهمة جدا رقم واحد انت بتعتمدي على الغذاء بتاعك جزء كبير جدا مستورد ده رقم واحد رقم اتنين ان فيه ظروف مناخية برا حول العالم تم تأثيرها في تزامن انقفاض سعر الدولار فده طبعا بيأثر يعني ده بيحصل تأثير طبعا الدولة على علم برقابتها بكل حاجة بتاعك لكن اعتقد انه الناس بتنزل الاسعار ودع تنزل الاسعار وإلا النهاردة ما كانش المعارض اللي موجودة بخصوص رمضان اعلى رمضان متواجدة وبتقول للمستهلك ادي الاسعار ارخص بالنسب بحسب 20% و25% و20% وكلام منه هو مش مش تخفيض 25% الناس فاهمة برضك مش فاهمة غلط يعني 25% او ال20% انا بده المعد دي موزع والموزع ده بياخده نسبة 10% 8% 9% وهكذا زائد ربحية التاجر اللي هو بيعرض عنه لا انت بتبقي من المصنع الى المعرض على طول فبتوفري الجزء ده